خدنا قبل كده وفهمنا ان الصفات الورصية المسؤولة عنها لها من جيل التاني هو الDNA وجزية الDNA هو عبارة عن تتابعات من النيوكلوتيدات كل مجموعة نيوكلوتيدات وبالتحديد كل 3 نيوكلوتيدات بيعملوا او بيكونوا حاجة اسمها جين او الجين ده بقى هو المسؤولة عنها لأي صفة روصية من الاباء للابناء والجين ده طبعا بيكون جزء من الDNA وبالتالي الDNA في عدد كبير من الجينات المسؤولة عن ظهار الصفات الورصية في الابناء واللي ورسوها من اباءهم الصفات الورصية دي زي صفة الطول او الاسر صفة الشعر الناعم او الشعر المجاعد صفة العيون الخضرة او العيون السودة الصفات دي علشان تظهر في الابناء بيتحكم فيها زوج من الجينات يعني اتنين من الجينات الجينات دي بقى بيكون في منها جينات سائدة وبيكون في منها جينات متنحية يعني ايه الكلام ده الجين السائد مش معناه انه جين بيسود في الكينات الحية لا خالص الجين السائد معناه انه بيسود على الجين المتنحي وبالتالي هو اللي بيظهر على سبيل المثال لو عندنا صفة الطول وعكسها صفة الاسر صفة الطول اللي بيتحكم فيها جين سائد وصفة الاسر اللي بيتحكم فيها جين متنحي فبسلا لو فيه اب طويل وهو مصيره الاب بيدي للطفل جين الطول اللي هو سائد والأم بتدي للطفل جين الأسر واللي هو متنحي فجين الطول سائد وجين الأسر متنحي وبالتالي جين الطول هيسود على جين الأسر والطفل هيكون شخص طويل لحد كده تمام صفة الطول عكس صفة الأسر وكل زوج من الصفات المتقبلة أو المتبادلة بنقول عليها الصفات القليل ومورفية يعني معنى كده إن كل صفة وعكسها اسمها الصفات القليل ومورفية الطول والأسر صفات متبادلة وبالتالي صفات قليل ومورفية الطخن والرفع صفات متبادلة أو متعكسة يعني صفات قليل ومورفية الصفات القليل ومورفية دي بقى بيتحكم في ظهرها زوج من الجينات يعني اتنين من الجينات الجينات دي ممكن تكون سائدة وممكن تكون متنحية قبل ما نبدأ في كنون مندل الأول تعال ناخد مثال علشان نفهم أكثر لو مثلا عندنا نبات فصولية طويل ونبات تاني فصولية قصير صفة الطول عامة بنرمز لها بالرمز T من كلمة طول تعال كده نعمل تزاوج ما بين النباتين وعلامة التزاوج بنرمز لها بالرمز X النبات الطويل هناخد منه جين بيحمل صفة الطول وصفة الطول دي صفة سائدة فنرمز لها بالرمز T كابتل إنما النبات اللي صير هناخد منه جين اللي بيحمل صفة الأسر والأسر صفة متنحية وهي عكس الطول فنرمز لها بالرمز T small النبات الجديد اللي هيطلع لنا هيكون عنده جين الطول وفي نفس الوقت عنده جين الأسر ولكن جين الطول ده جين سائد على عكس جين الأسر اللي بيكون متنحي فبيسود جين الطول على جين الأسر ويظهر النبات الجديد وبيكون طويل وعلشان النبات الجديدة بيحتوي على الجنين في نفس الوقت جين الطول وجين الأسر فيبقى النبات ده هاجين وليس نقي طيب امتى يبقى نقي لو كان الأب والأم فيهم نفس الصفة هنفهم أكتر وأكتر لما ندرس قانون مندل الأول قانون مندل الأول هو قانون انعزال العوامل الورصية والعوامل الورصية اللي هي الجينات والقانون ده بيفصر لنا إزاي الأبناء بيورسوا زوج واحد من الصفات العليل ومورفية احنا عرفنا يعني اين جين سيد ويعني اين جين متنعي فاضل بس نعرف يعني ايه نقي ويعني ايه هاجين لما أقولك ان الشخص ده طويل نقي معنى كده ان الشخص ده بيحمل صفة الطول بشكل نقي يعني وارس الطول من الأب والأم في نفس الوقت يعني جين الأب كان تي كابتل وجين الأم كان تي كابتل وبالتالي هو كده عنده اتنين تي كابتل وبالتالي الشخص ده بيكون طويل نقي إنما لما أقولك الشخص ده طويل ولكن هاجين معنى كده ان الشخص ده وارس صفة الطول من أحد الأبوين فقط يعني أحد الأبوين كان طويل فبنرمز له بالرمز تي كابتل والتاني أصير فبنرمز له بالرمز تي سمول علشان يبقى عنده اتنين تي سمول وبالتالي كده يبقى أصير نقي ونفس الموضوع ده على أي صفة متنحية مش بتظهر غير لما تكون موجودة بشكل نقي دي كلها أمثلة لتوضيف الفكرة اللي عايز أوصل هناك ولكن قوانين مندل كانت على نبات البسلة العالم مندل قضى من عمره حوالي 8 سنين بيعمل دراسات وتجارب على نبات البسلة فيلا هات كباتي الشاي بتاعتك وتعالى ندرس تجارب 8 سنين في نص ساعة القانون الأول لمندل قلنا أنه هو قانون انعزال العوامل الورصية وبيوضح لنا إزاي الأبناء بتوري الزوج واحد من الصفات المتبادلة اللي هي عكس بعضها يعني الصفات الأليل ومرفية في القانون الأول بيقولك عند تهجين فرضين نقيين مختلفين في زوج واحد من الصفات الأليل ومرفية أحدهم بيحمل الصفة السائدة بصورة نقية والتاني بيحمل الصفة المتنحية وطبعا عشان تظهر عليه لازم تكون برضو نقية اللي بيظهر عندنا في أفراد الجيل الأول أن الصفة السائدة بتظهر بنسبة 100% وأفراد الجيل التاني بتظهر عليهم الصفة السائدة والصفة المتنحية بنسبة 3 إلى 1 تعالى نفهم الكلام ده بمثال عندنا اللون السائد في أزهار نبات البسلة هو اللون الكرموزي واللون الكرموزي اللي هو اللون البنبي أو اللون البنك فبنرمز له بالرمز R كابتال إنما اللون اللي عكسه هو اللون الأبيض واللون الأبيض هي صفة متنحية في أظهار نبات البسلة فبنرمز له بالرمز R سمول بيقولك بقى لما نيجي نجوز نبات كرموزي نقي يعني فيه 2R كابتال بنبات تاني أبيض نقي يعني فيه 2R سمول وقلنا علامة التزاوج يعني علامة X والأبوين هنا القرموزي النقي والأبيض النقي بنرمز لهم بالرمز B من كلمة بارنتس وإحنا هنا بندرس جيلين مش جيل واحد وطالما إحنا هنا لسه في الجيل الأول فكل حاجة هنرمز لها بالرمز 1 فيبقى كده الأبين بتوع الجيل الأول هنرمز لهم بالرمز B1 والأمشاج اسمها جامتس فنرمز لها بالرمز G1 والأمشاج في النبات طبعا اللي هي حبوب اللقاح من الزقور والبويضات في الإناس الأمشاج اللي هنأخذها من النبات القرموزي النقي هي R كابتال وأمشاج النبات الأبيض النقي اللي هنأخذها هي R سمول فيطلع لنا جنين أو نبات جديد بيحمل R كابتال و R سمول يعني نبات كرموزي حاجين والنرمز له بالرمز F1 وده معناه أفراد الجيل الأول وكل أفراد الجيل الأول هتطلع كرموزي حاجين يعني بنسبة 100% R كابتال R سمول تعال كده نقولي الكلام ده تاني إحنا معنا نبات بسلة لون أظهره كرموزي واللون الكرموزي في نبات البسلة ده لون اللي بيتحكم في ظهوره جين سايد فياخد حرف كابتال اللي هو R كابتال وده نبات نقي يعني فيه 2 R كابتال والأمشاج اللي هنأخذها من النبات ده هي R كابتال لأن اللي 2 R كابتال فنأخذ منهم واحد كفاية ويقض الغرض طالما اللي 2 زي بعض فنجوز النبات ده مع نبات تاني لون أظهره أبيض ولون الأظهر الأبيض في نبات البسلة بيتحكم في ظهوره جين متنحي فكده كده النبات الأبيض ده بيكون نقي يعني 2 R سمول الأمشاج اللي هنأخذها R سمول واحدة لأن كده كده اللي 2 زي بعض فيطلع لنا الفرض الجديد فيه R كابتال وR سمول يعني فيه اللون الكرموزي واللون الأبيض بس الصفة السيدة اللي هي الكرموزي هتسود على الصفة المتنحية اللي هي الأبيض فيطلع لنا النبات باللون الكرموزي هنا بقى عندنا مصطلحين مهمين ومصطلحين جداد مصطلح اسمه النمط أو الطرز المظهري مصطلح اسمه النمط الجيني أو الطرز الجيني النمط أو الطرز المظهري يعني المظهر اللي بيظهر عليه النبات فيبقى النمط المظهري لأفراد الجيل الأول هو اللون الكرموزي لأن ده المظهر اللي شايفينه وظهروا لنا به إنما النمط الجيني هو بقى هاجين ولا نقي فيبقى كده النمط الجيني لأفراد الجيل الأول هو كرموزي بس هاجين وأباء الجيل الأول واحد منهم كرموزي نقي والتاني أبيض نقي يعني كده الأباء أنقيا بناء على الترز الجيني الأفراد النتجة من الجيل الأول هنجوزهم مع بعض فيبقى هما الأباء بتوع الجيل الثاني فنرزليهم بالرمز B2 وبالتالي كده معانا R capital و R small هنجوزه مع برضه R capital و R small أمشاج الجيل الثاني رمزها G2 النبات الأول هناخد منه أمشاج R capital و R small لأن طبعا المرة دي الاثنين مختلفين فناخد مرة R capital و مرة R small والتاني زي بالضبط الأمشاج اللي هناخدها مرة R capital و مرة R small تعالا بقى نشوف احتمالية الأفراد النتجة في الجيل الثاني واللي رمزها F2 لو خدنا المشيج R capital مع R capital هيطلع لنا اتنين R capital و يكون كده كرموزي نقي ولو خدنا من هنا R capital مع R small هيطلع لنا R capital R small و كده كرموزي هاجين ولو خدنا من هنا R small مع R capital نكتبها برضه R capital R small و كده يبقى كرموزي هاجين و كده يبقى فاضل معنا R small مع R small هيطلع لنا اتنين R small و كده يبقى أبيض نقي و يبقى كده نسبة الأزهار البيضة للقرموزي في الجيل الثاني واحد إلى ثلاثة لكنه في الجيل الأول كانت 100% للصفة السائدة اللي هي القرموزي تعالا بقى كده مع بعض نستنتج شوية حاجات بتساعدنا في حل مساء القانون مندل الأول أول حاجة لما يبقى معنا أب سائد نقي و أم سائد نقي الأبناء بتكون 100% سائد نقي لأن الأب السائد نقي يعني اتنين R capital و أم سائد نقي يعني اتنين برضو R capital فالجيل اللي هيطلع هيبقى اتنين R capital يعني سائد نقي 100% إنما لما يبقى أب متنحي نقي و أم متنحي نقي الجيل اللي هيطلع هيبقى متنحي نقي 100% لأن الأب المتنحي نقي يعني اتنين R small و الأم المتنحي نقي يعني برضو اتنين R small يبقى كده أكيد الجيل اللي طالع عنده اتنين R small يعني متنحي نقي بنسبة 100% ولكن لما يبقى معنا أب سائد نقي مع أم متنحي و كده كده قلنا أن المتنحي ده بيكون نقي 100% وإلا مش هيظهر إن هو متنحي أفراد الجيل الأول أفراد الجيل الأول هتبقى كلها سائد هاجين 100% ولو هناخدها بعد كده ونجوز من أفراد دي مع بعضها يعني هيكون معنا أب سائد هاجين وهم سائد هاجين الأفراد اللي هتطلع هتكون 75% سائد و 25% متنحي بس ال 75 بتنقسم إلى 25 منهم سائد نقي و 50 منهم سائد هاجين يعني لما يبقى كده الأبوين R capital و R small الأفراد هتكون أول واحد R capital و R capital وده بنسبة 25% والتاني والتالت R capital و R small والاتنين بيكونوا مع بعض نسبة 50% والتالت هيكون اتنين R small وده بيشكل نسبة 25% كده الحد هنا تمام بنستنتج بقى إن الصفات دي علشان تظهر بيتحكم فيها زوج من القليلات اللي هي الجنات يعني اتنين من القليلات قليل من الأب وقليل من الأم ولو كانوا الاتنين متشابهين في الأبوين هتبقى الصفة نقية في الأبناء إنما لو كانت القليلات مختلفة في أحد الأباء بتظهر الصفة في الأبناء بشكل هاجين بحيث إن الصفة السائدة بتسود على الصفة المتنحية ناخد كمان مثالة علشان يسبت المعلومة والمثال ده هيكون على التركيب الجيني لصفة طول الصاق في نبات الفاصولية قلنا الطول بنرمز له بالرمز T capital والأسر صفة عكسه وبتكون صفة متنحية وبالتالي بنرمز لها بالرمز T smooth فلما يبقى معانا نبات طويل نقي يعني 2 T capital نبوزه مع نبات وصيع نقي يعني 2 T smooth ودي بتكون أباء الجيل الأول فبنرمز لها بالرمز B1 الامشايد بتاعة الجيل الأول اللي بنرمز لها بالرمز G1 هتكون T capital من الأب الطويل وT small من الأب العصيع فيبقى كده أفراد الجيل الأول كلها هتكون T capital T small يعني طويل هجين لو هناخد الأفراد دي ونجوزهم ويبقى هم أباء الجيل الثاني ونرمز لهم بالرمز B2 فيبقى كده معانا أباء الجيل الثاني T capital T small هنجوزه مع نبات تاني T capital T small أمشاج الجيل الثاني اللي هنرمز لها بالرمز G2 هتكون من واحد T capital وT small ومن الثاني برضو T capital وT small فتبقى الأفراد كالتالي لو أنا أخد T capital من هنا مع T capital من هنا هيطلع لنا 2 T capital يعني طويل نقي ولو T capital من هنا مع T small من هنا فيبقى كده T capital T small يعني طويل هجين وبرضو لو أخدنا T small من هنا ومن 75% طويل منهم 25% طويل نقي و50% طويل هجين نيجي بعد كده لقانون مندل التاني اسم قانون التوزيع الحر للعوامل الورصية في القانون الأول احنا كنا بنورس زوج واحد من الصفات للأبناء يعمى الطول يعمى الأسر أو نورس لون الأزهار يعمى العبيض يعمى القرمزي لكن في القانون التاني بيفسر توارس زوجين من الصفات الأليلومورفية يعني مثلا الطول واللون في نفس الوقت القانون التاني بيقولك أن تتهجين فرضين نقيين مختلفين في زوجين أو أكثر من الصفات الأليلومورفية أحدهما بيحمل الصفاتين السائدتين بصورة نقية والتاني بيحمل الصفاتين المتنحيتين وطبعا بصورة نقية وبيتم تواريس صفات كل زوج منهما مستقلما فبتظهر الصفاتين السائدتين بنسبة 100% في أفراد الجيل الأول والصفاتين السائدتين والصفاتين المتنحيتين بنسبة 9-3-3-1 في أفراد الجيل الثاني تعالا كده نطبق الكلام ده على ملمس ولون البزور بالنسبة للون البزور اللون الأصفر هو اللون السائد فبنرمز له بالرمز Y-capital وطبعا Y من كلمة يلون واللون الأخضر هو اللون المتنحي فبنرمز له بالرمز Y-smouth والصفة الثانية هي ملمس البزور الملمس الناعم بنرمز له بالرمز S-capital وطبعا جاي من كلمة smooth يعني ناعم والملمس المجاعد بنرمز له بالرمز S-smouth لأنه متنحي تعالا بقى دلوقتي نجوز نبات بسلة أصفر نقي أملس البزور نقي يعني 2Y-capital و2S-capital مع نبات تاني أخضر نقي مجاعد البزور يعني 2Y-smouth مع 2S-smouth دي كده أباء الجيل الأول اللي بنرمز له بالرمز B-1 بالنسبة بقى الأمشاج الجيل الأول هتكون كالتالي أمشاج الأصفر النقي وأملس نقي هي Y-capital وS-capital وأمشاج الأخضر النقي والمجاعد النقي هي Y-smouth وS-smouth فتبع أفراد الجيل الأول اللي رمزها F-1 كلها أصفر هاجين وملسائل بزور هاجين يعني Y-capital Y-smouth S-capital S-smouth تعالا بعد كده ناخد أفراد الجيل الأول ونجوزهم مع بعض فيبقى هم أباء الجيل التاني ونرمز لهم بالرمز B-2 فيبقى معنا أحد الأباء رمزه Y-capital Y-smouth S-capital S-smouth والأب التاني نفس الكلام Y-capital Y-smouth S-capital S-smouth فتعالا كده نرس الأمشاج في عموديين العمود الأفقي هي أمشاج أحد الأبوين والعمود الرأسي أمشاج الأب التاني ونبدأ نجمع الأمشاج من الأفقي مع الرأسي تعالا كده نرس أمشاج أحد الأبوين في العمود الرأسي هناخد Y-capital مع S-capital وبعد كده Y-smouth مع S-capital وبعد كده ال Y capital مع ال S small وبعد كده ال Y small مع ال S small وبالنسبة للمشاج القبل الثاني هنرسون في عمود أفكي فنفس الكلام هناخد Y capital مع S capital وبعد كده Y small مع S capital وبعد كده Y capital مع S small وبعد كده ال Y small مع ال S small أماكن التوزيع دي بتختلف من شخص للتاني ولكن المهم أن أنت بتاخد كل حرف مرة كابتل ومرة سمول مع الحرف الثاني برضو مرة كابتل ومرة سمول في تديك أربع أمشاك تعال كده بقى نمشي الأفقي مع الرأسي الفرض الأول معنا يبقى 2Y كابتل و2S كابتل يعني أصفر نقي وأملس نقي والفرض الثاني Y كابتل Y سمول و2S كابتل يعني أصفر هجين ولكن أملس نقي والفرض الثالث 2Y كابتل وS كابتل مع S سمول يعني أصفر نقي وأملس هجين والفرض الرابع 2Y كابتل وS كابتل مع S سمول يعني أصفر نقي وأملس هجين الفرض الخامس هيكون Y كابتل Y سمول و2S كابتل يعني كده أصفر هجين وأملس نقي والفرض السادس 2Y small و 2S capital يعني كده أغدر نقي وأملس نقي والفرض السابع Y capital Y small S capital S small يعني أصفر هجين وأملس هجين والفرض الثامن 2Y small و S capital و S small يعني أغدر نقي وأملس هجين والفرض التاسع 2Y capital و S capital و S small يعني كده أصفر نقي وأملس هجين الفرض العاشر Y capital Y small S capital S small يعني أصفر هجين وأملس هجين الفرض اللي 11 2Y capital 2S small يعني كده أصفر نقي مجعد نقي الفرض اللي 12 Y capital Y small و 2S small يعني كده أصفر هجين و مجعد نقي الفرض اللي 12 الفرض اللي 13 Y capital Y small S capital S small يعني كده أصفر هجين وأملس هجين الفرض اللي 14 2Y small S capital S small يعني كده أصفر هجين وأملس هجين الفرض اللي 15 Y capital Y small و 2S small يعني كده أصفر هجين و مجعد نقي والفرض الأخير وال 16 2Y small و 2S small يعني كده أخدر نقي و مجعد نقي فتبقى كده النسبة النهائية 9-3-3-1 9 أصفر أملس و 3 أخدر أملس و 3 أصفر هجين و 1 أخدر هجين و كده يبقى الحمد لله خلصنا قوانين من دل الأول والتاني لو عجبك الفيديو ما تنساش تحمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه مش مشترك شكرا